سلام عليكم حبيباتي سلام يا البنات سلام يا الغالية تشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير وتكونوا مهنيين اليوم فاد لفيديو جبت لكم واحد المملاحات من اروع ما يكون رح يحمروا لكم وجهكم على طاولة الافطر في شهر رمضان الكريم سواء ليكم ولا ضيوفكم رح تكون قنبلة رمضان 2023 كمية كبيرة مقادير قليلة ولبنا ما نحكي لكم مقبل ما نشوفوا كل التفاصيل نسلموا مع بعض الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأوا لاغوتين دينا ولا فيديو دينا بشوية يعني تحفيز شوية ناشاط شوية تاقة ايجابية اول حاجة هنا لبنات سبقت في الحوايج ما نحبش نخليهم يتلموا نحرص دايما نغير نشوفوا السلة هذي كبدت في التعمر شوية حوايج نديرهم يتغسلوا بش هكذا مم يعني على التطبق ما يتراكموش عليا ما ننسوش ننفيريفيو ليبوش هكو تعرفوا الدراري ديفوا ينسو عفايس وانا نكرا كي ينسو سوغتو هذيك بابيو موش واغاكو على بلكم راح يديرنا كاريتا داخل لاماشين لو كان يعني ما نفيريفيوش ليبوش استعملت سائل ملابس لايف هادا الغانية عن كل تعريف كي نغسل حوايج تاعدراري حاب نستعمل هادا ليجاي بصافون دو مارسي كو تعرفوا حوايج تاعدراري فيوم ديفوا ليتا شو كامل يخرج ما شاء الله ويعني سائل تعليف اقتصادي لا من ناحية الثامن ديالو ولا من ناحية يعني الكمية لانه راح جيد مركز هذا البيدون هادا تعتخوالي تخي يقدر يخلينا نغسله حتى اربعين نغسله يعني اذا كنت تغسلي كل يوم راح يشدلك كتر من الشهر وبوش واحد راح يكفيك يعني باش تغسلي كمية مليحة تعالي حوايج ويخرج ما شاء الله خليت هادو كل حويجات البنات راهم يتغسلوا ومبعد هنا يا شديت لا سبيغاتور ديالي ابديت هنا فصانوا كي ما راكوا تشوفوا معايا بما اني قلت انا يعني جبت لا سبيغاتور قلت نقشوا يا هاد ليتي واغلي رام هنا نحيت لهم كامل هادك الغبرة هاد لقجر هادا نحط فيه انا لينا بتاع وعيني نستعملهم في شهر رمضان الكاري حطيتهم كامل هنا هكدا اعلى اليد باش كي نحبي يعني نستعملهم يعني نلقاهم ونستعملهم يجوني سهلين في الاستعمال ووالا ومبعد واللي تلي فوتاي توجو بالاسبيغاتور يعني في التنظيف تاع الاسبيغاتور ولا باش ناسبيري والغبرة ما كاش ما احسن من الاسبيغاتور هادرناها وقلناها عدة مرات وبزاف اخاوات يقولوا ساميرار انا حيرين واش لشروا وريتنا بزاف لي موديل يعني كامل كانوا ملاحخياتي انا حتى نجرب الحاجة مشي برك مرة ولا زود باش نشاركها معاكم ولكن يعني نستعملها عدة مرات باش نقدر نشاركها معاكم ما يعني كل واحد والحسب الميزانية ديالو كين حاجة شوية رخيصة تكون في متناول جامع كين حاجة شوية غالية كين اللي حبوا لا مارك يعني اني نحاول في كل مرة نجيبلكم هاكدا حاجة ونشارك معاكم حاجة لي فغيموا يعني نشوفها اوتيل ونحتاجوها بزاف في الدار سواء اني لكتخوني ناجي مثلا الكوزينا ولا هاكدا كيما اسبيغاتور هاكدا باش نفيدكم كين اخوات لي ما يقدروش يتنقلوا كين اخوات ما عندهمش الوقت باش يخرجوا يشروا دونك هاكدا الحاجة راي رايحة توصلكم حتى باب الدار الاسبيغاتور تا اليوما يعني وشو نقولكم واحد الاسبيغاتور ما شاء الله على كل حال كنت شاركته معاكم نظن عندها واحد العامين ولا هاكدا ومن احسن واجود انواع تعليز اسبيغاتور اللي شاركتهم معاكم والله يعني كيني شاركوا معاكم هاد المرة هادي يعني فرحانة بزاف لانه عندي بزاف ما جانيش اسبيغاتور كيما هادا دونك البنات هاد الاسبيغاتور الكمية ديالوراه محدودة 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 مكاش منهم بزاف دونك الاخوات ليهم حابين اسبيغاتور حاجة مليحة حاجة تاعدوام اسبيغاتور بزاف هاي لامارك بيرجمان اكو تشوف هو في يعني يدخل كامل يعني تحت المابلة هاي البخات يكبل بزاف هكذا في الفوتاي يعني انا كي نستعمل الاسبيغاتور يعني هنيني متى السياق دوك شوفوا كي ما صانوا هادا والله ما نجوزلو اعزكم الله اللي نشف لوالو نحي تبرك هديك الغبرة كامل اكو تعرفوا الدلاري دفاي يجيبو هكذا قاطو ياكلو كي حبو يتفرجو يعني انا يتفرجو لي هنا بزاف لي ماج كي يكون ماج يحبو يتفرجو مع باباهم مين دك هكذا يجيبو قاطو ولا يجيبو هكذا خبزا كو تعرفوا الدلاري يعني كامل راكو عندكم دلاري و راكو تعرفوا دونك الاسبيغاتور هو يعني اللي عاون بالبزاف تهنينا من هادا كرفيد تعلي طبي ونفيد وكامل يعني يعاون بالبزاف وبخاتيك ثاني لسه خاصة للناس اللي عندهم الحساسية ما يحملو ش هديك الغبرة ما يحملو ش النفضو اللي عندهم مشكل في يديهم وكامل ما كاش ما احزم الاسبيغاتور وهادي يعني كي ما يقولو ما يختلفش عليها تنين هاكوشتو البنات الغبرة اللي كانت السالو كان يبن انقيقي ميكين جبدو بلاسبيغاتور يجبت كامل الخرايب ويجبت كامل الغبرة بخاتيك بالبزاف كي ما قلت لكم في اللي تابي في اللي تيغواغ اللي عندهم اللي كوفخي هادو كتاني يتلايمو فيهم بزاف الغبرة ما شاء الله هاوليك هنا البنات لامارك بيرغمان الماركة من مصدر ألماني عندو هديك يعني وين تلايم الغبرة يقدر يرفض حتى 3.5 دو ميل كاتسان وات يعني شوفوا هاد القوة هادي حاليا مراهيش مامش يديروها فليزاسبيغاتور هادا راه دو ميل كاتسان وات يعني بويس الله يبارك ما شاء الله صدقوني يعني اي حاجة يلقاها يبلحها خديك خطراك ان تقشرت وليدي والله غير رفضو بابي هاك دا ولا يعني حاجة ميخلي لا حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة راه كنت شوفوا معي البنات ليزاكسي سوار وراني استعملتهم كامل معاكم حتى ليزاكسي سوار ديالو يعني فيه حاجة بزاف هايلين من القوامش في ديزاسبيغاتور واحدة اخرى دونك عندو هاديك القطعة الرئيسية اللي شتوها معايا فيها اين بغوس اه لي تابي وجميع انواع الارضيات عندو هادي الاماكن الضيقة فيها زوجة الاماكن الضيقة وحدة قصيرة وهادي طويلة شوفوا هادي هايلة وين يعني ليكوا وين من وصلوا شو كامل و الجوز يعني وين كين هاك دا دا داقو ماكش ليس باس يعني الجوزة كتو فيها شحال رقيقة وعدنا هادي القطعة تاني بزاف هايلة هادي لي ربي وليش الحيوانات في الدار وكامل هادي هايلة تصبيري كامل الشعر والغبرة في الفوتاي في المطارح في الفليلي يعني هايلة بزاف هادي تاني اكسيسوغ وحدو اخر صغير تاني للمساحات الصغيرة ويجي معاها الكاتالوج ديالو لي فيه الشرح المفصل هاوليك لا كولغ تاعو بزاف شاباء غو جينواغ منا البنات نشعلوه ومنا نزيدو وننقصو في السرعة بوي صان الله يبارك ومنا هاديك القفلات تاع لابخيز يعني كين جبدوها دونك لابخيز راي رايحة تدخل اوتوماتيكما بالنسبة للسعر ديالو خياتي دار تلتم لاين وربعمية وخمسين الف والتوصيل راهو مجاني لكامل ولايات الوطن وين ما كنتو راح يجيبوه لكم حتى باب المنزل هاوليك هنا كنتشوفو فيه يعني بالنسبة لزاكسيسوار ديالو في خمسة تاع الاكسيسوارات وهنا لداخل لبنات هذا كامل راهو لافابل كي ما كنتشوفو فيه بالفيلتر ديالو بكلش أسبيغاتور البنات كي ما قلت لكم سريعو في الطالب لأنو الكمية راهي جد جد محدودة ما أسبيغاتور لي فراما يعني كل قلبين ببنات ننصحكم به أسبيغاتور ان شاء الله كي تكسبوه ما كوش راح ينتندمو حتى لغارنتي عندو دوزان دوغارنتي وفرتونا لباج فيسبوك إلكتروميناجي واسيم ديزاد ناكوشتو معايا البنات هنا كيفاش يجبد يعني حاجة ما يخليها ومن في الاستعمال ديالو سواء نستعملناه في الأرض ولا في ليتابي يجبد ما شاء الله روعة 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 هنا يا البنات بعد ما كملت كامل أسبيغات كامل الحالة كيما قلت لكم خلاص نحيت كامل هذيك الغبرة نحيت تاني في جوزة على الهول على الدار كامل سيختول الهول كان عندي فيه شوية تراب كان تخلي وليدي أسامة بالباسكت دوك أسبيغات كل حاجة عاود ترجع تهدوك لي جوتي لبلايسهم ويا سلام على النظافة وعلى النقام نظافة بدون جود بدون تسياق بدون تمرميدة ويعني وصانو شوفوا اللرض يعني تخرج تبرق تخرج تبرية ممكي تاسبيري قم بعدة تحبيت جوزة هكذا أعزكم الله بنشرف يعني التسياق راح يجي ساهل ساهل وضوكة البنات تاني برك ناخد شوية من وقتكم قبل ما نشوفوا الوصفات حبيت نشارك معاكم واحد الفكرة عجبتني بزف بزف على بيها حبيت نشاركها معاكم ونشكر الأخت هذي اللي اعطتني هذي الفرصة باش إن شاء الله نفيدكم وان شاء الله يعني خاصة لبنات وللأخوات اللي راهم قاعدين في الدار وحبوا يبدلوا وكرهم لغوتين دايما كيف كيف ما كاش حاجة جديدة في حياتكم جبت لكم لبنات واحد المشروع هايل 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 وهو التعلم عن بعد لبنات تعلم النساء عن بعد تعلمكم الخياطات تعلي دغا راح تعلمكم وش نقول لكم العجب تعلي عجب وشنو البنات نصحكم برك تدخلوا لاباش تحا تا انستاغرام يعني رايح نخلي لكم لليان تحا في صندوق الوصف هاكده باش تفهموا مليح مليح وتشوفوا وش تدير وش تعلم تشوفوا الآراء تا اللي تعلموا دونك هي تعلم عن بعد دونك انت هيكي قاعدة في دارك وراكي رايحة تعلمي الخياطة بالتفصيل عن طريق دي فيديو رايحة ترسلهم لكم عبر التطبيق تا تيليغرام دونك معليكم برك تشارجيو ولا تيلي شارجيو هاد التطبيق تا تيليغرام وهي رايحة تفتح جروب للنساء هادو ما اللي حبو يتعلموا تدخلوا كامل في هادا كلو جروب وهي تدير لكم دي فيديو تا الخياطة تا اللي دغا راحة تعلمكم من العطفة يعني بزفع فايز تعلمكم دو اقازت كيفاش اكو رايحين تخيطوا لدغا دياولكم انا نخلي لكم تاني هنا لبنات رقم الهاتف ديالها باش تتواصلوا معاها باش تستفسروا على الطريقة بالتفصيل انا عندي بنت لوستي اميرة رايحي معاهم في الجروب وانا دخلت تاني لها داك الجروب يعني ستقوني ما شاء الله ماملي فيديو هادو كلي توري لكم فيهم كيفاش تخيطوا كامل رايحين يبقى في الجروب دونك كل ما تحبو تعودوا تولوا اليوم رايحين تلقاوهم لبنات نخلي لكم رقم الهاتف كيما قوت لكم اتواصلوا معاها باش تفهمكم على الطريقة والتفاصيل كامل على هاد الدورات اللي رايحة تشاركها معاكم في نفس الوقت هنا شاركتكم لبنات بعض الاراء ولا كيما يقولوا للاخوات اللي تعلموا عندها هادو ما كامل يعني رامي شكروا فيها الله يبارك وانا شتبعيني ودخلوا تاني لصفحة تحتها انسقها رايحين تشوفوا يمكن تبدوا مشروعكم انتوما تاني وتقولوا تخيطوا وديروا صفاحات وتخيطوا حتى الناس وتقولوا تسترزقوا ومنها رايحين تخرجوا ملاغوتين هاديك رايحين تكسروا هاداك المال نروحوا لواصفات لبنات نشارككم هاد المملاحات دونك هنا في الوعاء ديالي حطيت كس وربع تحليب يكون دافي نزيدوا مغرفة كبيرة ما تكونش مع مرة بزاف تاع خميرة الخبز ونزيدوا مغرفة كبيرة مع مرة تاع السكر نخلطوهم هاكدا بالمغرفة نخلطوهم شوية حتى نحسو هاداك السكر بدأ يدوب نغطيهم في المالي مانتاق ولا بصاشي ونخليوهم يتفعلوا لحوالي خمس دقائق أرجعتليهم هنا بعد خمس دقائق عاوة تخلطهم ملح ملح هاكدا بالفوي اليدوي نزيدوا عليهم كيما كتشوفوا معايا أربع كاس تاعزيت حوالي هاكداك تقريبا ربع مغرف كبار تاعزيت مايكونوش معمرين ملح ملح نخلطوهم بيان ونبعدها نزيدوا هنا شوية ملح حوالي مغرفة صغيرة الملح ما تكون شو معمرها ولا الملح راح يكون على حساب الدوق ونبعد نزيدوا الفارينة دونك هادي هي العاجينة تاع هاد المملحات كيما قلت لكم عاجينة اقتصادية لا زبدة لا بيض لا والو يعني مكونات متوفرة في كل بيت حتى يعني طريقة التحضير ديالها ستقوني في رمشتعين تحضروهم مايتعبوكمش كامل هنا من الاحسن نستعملوا اليد باش نحسوه بالقوام بتاع العاجينة هايلي كاني طميتها نزيدوا دونك الفارينة شوية بشوية حتى نتحصلوا على العاجينة تكون شوية شدة روحها يعني ما تكونش يبساء بزا بزا هايليك هنا حتتها فوق البلونت خاضي طميتها بيان عاوت رجعتها للويعا غطيتها وخليتها تخمر يعني حتيت ضعف الحجم ديالها وهنا دوك البنت هاني رايحة نشارك معاكم شربة فريك بالفريك هادا كتاع باب الدكان كان يعني لي بعتوني ساميرا طيبة بيه وورينا الشربة كيفاشتجي دوك هانا قراني لبيت لكم الطالب ديالكم كيما اشتوا البنت فلا كوكوت درت شوية لحمة على الغنمين درت معاها مرسول برك تعجاج بصل ودرت شوية تعملح وخليتهم يتقلوا هنا ودرت معاهم باش ما ننساش مغير فا صغيرة تعاس من الواليما هاكدا باش يعطيني بنا بزاف هايلا وفي الاشواغ ديالي حطيت حبة طوماتيش كبيرة في الحجم من الاحسن تكون طيبة وحطيت معاها قطعة صغيرة من الفلفل هاداك الاحمر حيعطينا بنا بزاف هايلا وزوج فصوص تعدتهم ميكونوش كبار بزاف رحيتهم في الاشواغ ملح ملح ودرتهم داخل لكوكوت ودرت هنا يا العكري كي ماشتوا كنت شاركتكم قطلكم شريت زوج نوع تاع عكري درت العكري المغربي بسكو هاداك يحمر بزاف بزاف ودرت العكري البلدي تاعنا هاداك يبنن ضوك واحد يحمر واحد يبنن باش هاكدا منديش تاني بزاف طوماتيش تاع الباطا كيما كتوفو درت غير مغير فا صغيرة درت التوابل عندنا ملح عدي فلفل لكحل ودرت شوية من الخلطة هادك تاع الشربة تحم تاع باب الدكان يعني تمد بنا بزاف هايلا خليتهم يتقلوا على نار قليلا وهنا خليت الفريق هاوليك شوفوا الفريق كيفاش يجي قطلكم واحد الفريق ما شاء الله بزاف شباب وماشي كولورون راح فريق حر وثاني ماشي هاداك الفريق الرقيق بزاف وماشي هاداك الخشين الفريق انا البنات نغسلوا عدة مرات ونخليها كاي تشمخ شوية هالطريقة هادي تخلي الفريق يتنفخ وبالتالي راح يطيبنا في وقت قصير وثاني شغل راح يضاعف الحجم ديالو دونك ما نشح نستعملوا كمية كبيرة تاع الفريق شوفو هنا الكوكوت ديالي كيفاش تقلت ملح 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 حتى تشوفو هاداك اللي دم بداي يطلع على نار قليلة لازم هادا هو السر تعلبنا تاع الشربة ومبعدا نمرقو بالكمية اللازمة تعلما هنا يا ارميت الحميصة لانو ما كانش طيبة نرميوها باش طيبنا وعندي هادا ربيطة اللي فيها القصبر ولا لحشيش مقطفة فيها عود كرافس وفيها ورقات تاع النعنع اربطتهم هاكدا ورميتهم الداخل وغلقت على الكوكوت مينوت اديالي ان الحم تاع الغنمي اللي استعملتهم يعني ماشي هاداك اللحم طريب بزاف لدالك غلقت عليها الكوكوت حوالي قبل اربع ساعة ومبعدا باش نرميلي فريك وليت اللعجينة ديالي عكوشتو اللعجينة اللي بنات تضعفت في الحجم ديالها ندي غازي ولا بات ديالنا ونقسموها هاكدا الى قطع نكوروهم ونحطوهم في ام بلاتو لي ارشيتت عليه شوية فارينة بالنسبة للقطع كوشتو معايا تحصلت على ستة تا قطع يعني هاد المملاحات كي ما قد لكم البنات هايلين بكمية صغيرة ولو بمكونات قليلة راح نديرو كمية كبيرة الله يبارك بعد ما شكلت هادوك الكويرات جوزهم في الحليب ومبعدا نجوزوهم في الجلجلة شوفو هنا البنات باش منخسروش بزاف الجلجلة نديرو شوية بشوية ديرو كمية كيت خلاص لكم مزيدو لانو كينديروهم في الحليب ومبعد نعاودو نجوزوهم في الجلجلة كشغل راح يتخسر لدارك ديرو شوية بشوية وتاني شوفوهم الاحسن هاكدا يدراهي تخدم في الحليب ويدراهي تدير في الجلجلة نرمضوهم كامل هاكدا يا مليح ونعاود نرجعوهم لهذا البلاتو نغطوهم ومبعدا نخلوهم يرتحو حوالي هاكدا 5 دقايق ومبعدا نولوليهم هادك الوقت انو نوجد هنا في لافخص ديالهم يعني انا كنت وجدتها شوية من قبل راح تكون كشغل عبارة على شاورما دونك هذا اقتراح لافخص وانتم ما ديرو يعني لافخص اللي تحبوها هنا عندي شرائح تاسدرت على الجاج قطعتهم هاكدا اقتبلتهم بتوابلت على شاورما درت شوية ملح شوية فلفل كحل ودرت تاني شوية تعلاموتغد ودرت لهم العكري أعشاب عطرية درت لهم تاني شوية هري سابرك باش يجونوا شوية حارة خلطهم ملح ملح وحتتهم في الفريجيدر كان عندهم واحد الساعة هاكدا باش يتبلوا ملح ويجوا بنا ومبعدا كما اشتوراني قلتهم في هاديك المقلة حتي يطيبوا وياخدوا تحميرة كشغل كما اشتوا يبقوا غير هادك الزيت ديالهم هاكدا باش يجون بنا خلتهم يبردوا وعاوت رجعت لهادك الكويرات بعد مرتاحوا كما قلت لكم حوالي هاكدا كخمسة الى عشرة دقائق نحلوهم هاكدا البنت على شكل ضويرات كما كتشوفوا السمك ديالهم تقريبا فيهم 4 مليمتر ومبعدا نقسموها على 4 ونحين تحصلوا على هاد المثلاثات نكملو هاكدا بهاد الطريقة حتى نشكلوهم كامل ومبعدا نروحو نقلوهم هاكوشتو البنت الطريقة تحهم يعني ساهلين بزاف باش نشكلوهم ويعني ستقون يكديروهم راكو راحين تستمتعوا وانتو ما تخدموا فيهم لانهم ما يعيوش كامل في الخدمات ديالهم نخدولو هنا البنت مقلة نحطو فيها كمية تعزيت كما كتشوفوا تكون كمية لبس بها نخلوها تسخن مليح مليح ومبعدا نرميو هادوك الفطائر ديالنا الداخل شوفو غير تحطوهم راهم رايحين يتنفخوا ووحدهم ووحدهم ويولو كيل بالو ورح ياخدو تحميره بزاف شابه مام الشكل ديالهم شوفوش حال شباب يجي ما شاء الله اه بهادك مع الجلجلان هادا كو كامل مام الجلجلان هادا البنت كي شغل يتقلة رح يتحمروا كامل حيعطيهم واحد البنة من اروع ما يكن ومام كيتاكلوهم هاداك الجلجلان حيعطي لهم قرماشة بزاف هايلا كيما قلت لكم تمتم تاني في طيبو شوفوا تمتم يتنفخوا ما ياخدو لكم ش كامل الوقت في القليان ديالهم يعني تمتم راكو رايحين توجدوهم نانك فالا هادو راني نقلي فيهم منا كيما راكو تشوفوا معايا شوفوا هاديك التحميره تحهم ديجا الشكل ديالهم يشهي هاكدا وهم مبرك هاكدا بلا ما نحشيوهم او مامتون شوفوه هانا فتحت على الشربة رميت لها حباتي على الحار كنت تاني درت لها الفريك هاداك وتاني كنت نحيت هذيك الربطات على حشيش لي درتها في اللور وعاودت لها ربطة واحدة اخرى كرميت الفريك الفريك طبعا كنت قطرته من هادا كل ما دياله وزيتهم الداخل مع حباتي على الحار ومقبل ما نطفي عليهم زيت لهم تاني مغير فام من خلطة الشربة وشوية تعال النعنع اليابس وطفيت عليها انا طفيت عليها وستلها من فوق شوية تعال القصبر هامليك هنا البنات الفاتر بعد ما كملتهم شوفوا الشكل ديالهم كيف يشيجوا كمية كبيرة الله يبارك والشكل تحهم كيما قد لكم يشهي دونك نحلوهم هاكدا بالمقص وبالنسبة لها فخص تبقى اختيارية انا درت قبل شوية تع مايونيز درت لهم وريقة تعشلادة حطيت هاديك الشاورمة تحبوا تزيدوا لهم هاكدا بورج تعطوه ماطيش ولا ولا تزيدوا اي حاجة لي في خيت ولا اي حاجة تقدروا تزيدوها تقدروا الحشوات الباردة كنت شاركت معاكم بلوزيوغ فخص هاكدا مايطيبوش تاني اهنا كيما تحبوا وش ريبة تعنا هايلي كيفاش جات جات تشهي بهذاك الفريك تعباب الدكان البنات ما تجيش يعني خاطرة بزاف تجي هايلا وهذاك الفريك رقيق يعني ما شاء الله وشوفوا الشكل تاني تع المملاحات ديالنا الشكل راقي جدا جدا وعلى الفكرة البنات هاد المملاحات تقدروا تاكلوهم هاكدا ملحين يعني ديروا حشوات مالحة كيما تقدروا تاكلوهم حلوين يعني جوزوهم عاقه وحلب تقدروا تحشوهم شوكولاتا غتيني بلا كون فيتر وانا هاكدا دلت لهم الولادي وعجبوهم بزاف بزاف وجوبنا ناكلوهم ملحين وناكلوهم حلوين يعني نحن نضربو عصفورين بحاجر واحد وهامليك هناني قسمتهم لكم يجو يشهوا من اطيب ما يكون لازم تسجلوا الوصفة لشهر رمضان الكريم واذا قدرني ربي راني رايح